بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم أو حوارنا اليوم بالحقيقة امتداد للموضوع السابق الذي بحثنا فيه موضوع المرجعية وكيف ينتخب المرجع الأعلى إذا عدنا إلى الوراء قرونة من الزمن لم نكن نجد شيء اسمه المرجع الأعلى كان هناك فقهاء وعلماء يرجعوا إليهم الشيعة في فترة الغيبة الكبرى لسؤالهم عن المسائل المستحدثة وهذا الموضوع موضوع التقليد أو موضوع سؤال العلماء تطور عبر الزمن في البداية كان يعني رجوع إلى أي فقه إلى أي عالم إلى أي راوية حديث بدون الالتزام السياسي معه بدون الالتزام يعني المؤبد مع ذلك الشخص وإنما يبحث الإنسان عن أي عالم يحل مشكلته أو يفتيه في موضوع معين ثم قبل حوالي مئة سنة يمكن من أيام السيد كاظم اليسدي أصبح التقليد يعني شيء مهم جدا ويجب الالتزام بالمقلد المرجع وإذا أخذت رسالته وعملت بيها فيجب أن تبقى على تقليده إلى آخر عمرك أو إلى أن يموت هو هذا مكان في السابق موجود يعني مفهوم التقليد مفهوم حادث أو مبتدع بالحقيقة ومع ذلك فكان هناك فقهاء متعددون في كل بلدة في كل منطقة في كل كذا موجود شيخ عالم كذا مثلا يرجعوا إلى الناس يستفتوا في أمور دينهم قبل حوالي يعني 40-50 سنة تقريبا ظهرت ظاهرة جديدة هي المرجع الأعلى المرجع الأعلى أشبه بالمنصب السياسي القائد قائد الشيعة أو إمام الشيعة مثلا وكما تعرفون فإن الشيعة الأثنى عشرية بالذات يعني يكسرون الإمامة كانوا على أمه الاثنى عشر مع غض النظر عن موضوع الثاني عشر موجود أو غير موجود مولود أو غير مولود فما كان يؤمنوا بقيام دولة أو قيام مثلا إمام محل ذلك الإمام إمام جديد يعني لم يكونوا يعطون للفقيه منصب الإمامة إنما منصب الفقه الإجابة عن الأسئلة الفقهية ولكن بالتوازي مع حاجة الشيعة وشعورهم بضرورة قيام دولة أو شبه دولة مثلا تطورت نظرية ولاة الفقيه منذ مئة عام تقريبا أول من اقترحها الشيخ أحمد النراقي وقال أنه يجب أن يكون عندنا حاكم من الفقهاء يحكم الشيعة ويقود الشيعة طبعا هي مسيرة طويلة تدرجيا تطورت المسألة إلى أن البعض طرح موضوع ولاية الفقيه أن الفقيه هو ولي على الشيعة في عصر الغيبة والبعض قال لا هو ليس ولي وإنما مرجع أعلى ننتخب شخصا كيمثل الشيعة في العالم أو يقود الشيعة في العالم أو يعني يكون مرجعهم الأعلى من ناحية السياسية وليس من ناحية الفقهية فلم يكن يلحظ الجانب الفقهي والأعلمية الفقهية وإنما المعادلات السياسية هي التي كانت تختار هذا المرجع وبالتالي يصبح إلى كلمة سياسية أولياء بين أبناء الطائفة وإلا مسائل الفقهية عادية مثل أي فقهة آخر ومع بروز هذه الظاهرة طرحت أدة أسئلة البعض اشترط أن يكون هذا المرجع الأعلى هو الأعلم وقالوا بأننا يجب أن نقلد الأعلم طبعا هذا موضوع غامض جدا ولا يمكن تحديده أو تعريفه أو مسك باليد والقول أن هذا عالم وهذا أعلم أساسا موضوع علم الفقهاء يعني موضوع صعب التحقق من عنده ولأنه كان يسهل وإحنا رأينا كثيرا من الفقهاء خلال العقود الماضية وربما حتى الكورونا الماضية أن يأتي برسالة عملية وصورها في توكوبي ويلاحظ بعض الملاحظات الصغيرة الأحواط هنا الأحواط هنا أحواط استحبابا الأحواط مجوبا أو كذا الأحواط العدم ويسوي له رسالة جديدة ويصير مرجع أو يمر مرور سريع على المسائل ويمكن يبحث خارج عنده وكذا عنده وعنده كتب استدلالية فقه استدلالي عشرات الكتب يمكن أقدم لك أنا ما أريد أجيب أسماء حتى لا أجرح أحد ولكن أعرف يعني مرجع أو فقيه كان يدعي الفقه وعنده عشرات أكثر من مئة مجلد في موسوعة فقهية ولكن عندما تقرأ هذه الموسوعة ترى أنه يجمع تجميع بين أقوال العلماء وما يبحث بعمق وما يعترأي جديد إنما يمر مرور سطحي ومألف المكتب ضخمة وعندما يجي الإنسان البسيط العادي ينظر إلى هذا في المكتب ما أشاء الله هذا فعلا أعلم العلماء لأنه هاي من كتب مثل هذا العالم هالم موسوعات العلمية فالمسألة غامضة وفيها يعني فيها شوية يعني لا أقول تلاعب وإنما يعني عدم دقة يعني في المسائل الحياتية إحنا أدنى أطباء أدنى مهندسيين أدنى علماء في كل المجلات عندما نريد أن نعرف عالما معينا طبيبا معين مثلا حتى نرجع له فعنده شهادة ويمارس الطيب ويشافي الناس نعرف أن هذا طبيب فعلا ذكي وماهر وحادق ولكن عندما مثلا تعترض حياتنا مشاكل طبية صعبة جدا مشاكل صحية صعبة جدا ومن يتمكن أو من يتمكن الطبيب العادي يعالجها فنروح إلى طبيب أعلى من عنده أرقى من عنده يعني طبيب أكبر من عنده بروفيسور مثلا وحتى لبروفيسور إذا قال لنا فتوى بقطع رجل أو قطع يد أو قلع أين مثلا إحنا ما ناخذ كلامه بسرعة العقلاء هكذا يفعلون إنما يراجعون أطباء آخرين يشكلون لجنة طبية أنه صحيح هذا القرار أو الخطير جدا أو لا فحسب خطورة القرار إحنا أيضا العاقل يقودنا إلى التأني والتدقيق ومعرفة الأطباء بصورة جيدة أن هذا طبيب فعلا عالم وفعلا أعلم فحياتنا العادية إحنا دائما نرجع إلى هكذا أمور ولكن بالنسبة لأمور الفقهية هي مساعدة الفقهية متشابهة وبسيطة وما فيها جديد وما فيها يعني كثير يعني اختلاف بين هذا الفقه وذاك الفقه فكيف نعرف أن هذا عالم وذاك عالم حتى ننتخبه ونقلده أو يصبحه والمرجع الأعلى وكل واحد وعدنا لاحظوا الآن بالساحة أنتم عدد كبير من العلماء كل واحد منهم يدعي أنه عالم وأنه أعلم طبعا ما في مناظرات بينهم ما في لقاشات الناس العادين ما يستطيعوا يعرفوا أن هذا كلامنا صحيح ولا خطأ يفتفت فتوى ويستدل عليها طبعا المحققين من العلماء ومن الخبراء باستطاعتهم التمييز بين هذا الإنسان مدعي هذا الإنسان سطحي هذا الإنسان متعمق هذا الإنسان متبحر في علم الأصول ويجتهد على ضوء نظرياته الأصولية أو نظرياته الرجالية أو قراءته للتاريخ أو قراءته للعقيدة أو أو يعني بإمكانهم التعرف على قيمة الكلام وفي الحقيقة عندما إنسان يقرأ كتاب معين ويجد فيه أمق ويجد فيه يعني رؤى جديدة ورد لنظريات جديدة فرح يفتيهم أن هذا الإنسان فعلا محقق وعالم أجب لكم مثل الآن مثلا نظرية ولاية الفقه كثير من العلماء السابقين كانوا يقول لا نحن لا نحتاج إلى حكومة أصلا لا نحتاج إلى دولة في أصر الغيبة يجب أن ننتظر الإمام صاحب الزمان وكل راية ترفع قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت أنتم حديث يعني طيب يجون علماء آخرين ينظرون في هذا الفكر السلبي المتخلف الجامل الذي يعني دمر الشيعة عبر التاريخ فيقولون هذا فكر غير صحيح هذا فكر الحديث هذا غير صحيحة النظرية غير صحيحة ويردوها عقلا وشرعا وعرفا ومن خلال الروايات أخرى أنه نحن الآن نحتاج إلى دولة نحتاج إلى حكومة نحتاج إلى عمل سياسي نحتاج إلى قيادة تقودنا في المقاومة مثلا ومقاومة الاستعمار والاحتلالات السهيونية والأمريكية وغيرها ما يحتاج للإنسان يكون كثير يعني يتشبث بتلك الأحاديث المثبتة فهذا التطور هذا التطور يدل على عمق وعلى أعلمية عن هذا الإنسان الذي يقول بأننا نحتاج إلى دولة وإلى ثورة وإلى حكومة وإلى مقاومة وإلى كذا هذا الإنسان فعلا يبدو عليه أعلم أن ذاك الإنسان الجامد المتكلس والمتخلف ومتشبث ببعض الأحاديث الأخبارية أنه إحنا لا يجب أن ننتظر الإمام صاحب الزمان طيب يأتي السؤال آخر أنه هذا الفقه لو آمننا لو قلنا يجب أن تكون لنا دولة من يحكم الدولة إنسان عادي أم فقه وما هي صلاحيات الفقه وما هي حدوده وما هي مثلا وكيف نعرفه وتجي أسئلة كثيرة حول نظرية ولاية الفقه يجيك عالم مثلا محقق يقول مثل سيد الخوي رحمة الله عليه يقول يعني حسب الروايات حسب الكذا ما عندنا يعني أدلة كافية أن الفقه هو ولي على الناس بذاته يعني فقط عندما أصبح فقهان فقط أصبح وليا لا هذا ما في أدنى إدليا على ذلك وحتى القائلون بالنظرية أو القائلين بالنظرية ولاية الفقه هم يختلفون في نظريات عديدة منهم يقول أنه كل فقه هو نائب صحب الزمان نظرية النيابة العامة وله الحق أن يقيم دولة وله الحق أن يحكم وله الحق أن يسيطر على الناس حتى أن يقوم بانكلاب عسكري على الناس ويسوي دولة إسلامية فقهاء آخرون يقولون لا ليس لدي هذا الحق شيخ المنتظري رحمة الله عليه وآخرون كانوا يقولون لا الفقيه يكون لك قابلية الحكم إنما كيف يصبح حاكماً كيف يصبح ولياً الأمر يجب أن ينتخبه الناس حسب الدستور وحسب الرضا والاتفاق الذي يجمع عليه الناس لا أنه فقط أنا فقيه أدعي الفقهة أيضاً أدعي كما حدث مثلاً سيد محمد الصدر رحمة الله عليه في العراق قال أنا فقيه وأنا عالم وأنا أعلم العلماء طيب وأنا ولي أمر المسلمين طيب ولي أمر المسلمين هل انتخبك الشعب؟ هل انتخبتك الأمة؟ كيف أصبحت أنت ولي أمر المسلمين؟ والآن يجونا آخرون أيضاً نفس الكلام نحن فقهاء ونحن أولياء الأمر ونحن كذا وكذا ويصيرون يصدرون أوامر وفتاوى ومحاكم وما إلى ذلك ويقيمون دول ربما وهذا موضوع خطير جداً فكيف نتحقق من ألمكم؟ كيف نتحقق من أعلميتكم؟ كيف نقبل بولايتكم؟ هكذا بصورة عشوائية هذه كل أمور حديثة وبحاجة إلى نظر بحاجة إلى بحث بحاجة إلى تحقيق بحاجة إلى علماء يدققون ويضعون النقاطة على الحروف في هذه المسائل لذلك الآن مطروح كيف نعرف العالم وكيف نعرف الأعلم إذا كنا بجواز التقليد لأن هناك نظريات تقول أساساً التقليد غير جعج التقليد حرام كما كان يقول العلماء الأخباريون العلماء الشيعة السابقون في القرون الأولى يعني في القرن الرابع الهجري مثلاً أنه التقليد هذا بضعة سنية وإحنا ما يجوز نقلد أحد وإحنا فقط نقلد الأمة وننتظرهم طيب في حال غيبته ماذا نعمل يعني التقليد شوفوا هناك نوعام التقليد التقليد أعمى أنا ألقي مسؤوليتي على ركبة واحد أقلده المسؤولية في ركبته وأقول له أنت يعني قل لي ما تقول وأنا أسمع كلامك هذا قد يحلل حرام يحرم حلال يرتكب أخطاء يقوم بفتاوى عجيبة قريبة ما أنزل الله بها من السلطان فأنا أتبعه اتباعاً أعمى هذا لا يجوز العقل أيضاً يقول لا يجوز ولا أحد يقول بجواز هذا التقليد الأعمى إنما سؤال الفقهاء وأما يعني سؤال من كان من الفقهاء فإلى الحوام أن يعني يرجعوا إليه مو يقللوا تقليد أعمى يرجعوا يسألوا يسألوا أنه أنت ما رأيك في هذا الموضوع ما لديك من التراث أهل البيت ما لديك من فهمك للقرآن اتفضل جاوبنا وإحنا نشوف رأيك ونعرض على آخرين ونقارنا بآخر إذا كانت مسألة يعني شائكة وفيها خلاف فلابد أن كل واحد يجب عليه أن يطلع على النظريات الأخرى ويقارن بينها ويقارن بين أدلتها وينظر بينه وبين الله هذا الرأي أفضل وأقوى وأصوب أو ذلك الرأي فيأخذ به لا أن يقلده تقليد الأعمى هذه بدعة تقليد الأعمى بدعة خطيرة جداً وتخلي الناس جهلة ومتخلفين ولا يفهم ومثل قطعان الغنم يسيرون وراء هذا المدعي للعلم الأعلمية أو ذاك الآخر الذي ينافسه ويدعي العلم الأعلمية فإذن هو أساس التقليد فيه سؤال أنه هل التقليد الأعمى جائز شرعاً؟ أو محرم؟ أو بدعة؟ وإذا كان التقليد الواعي جائز وهذا ما نقول به يعني الرجوع إلى العلماء والاستفادة منهم نحن لا نستطيع أن نستطيع العلماء وبحاجة إلى علماء مستمرين وبحاجة إلى مدارس علمية تنشأ وتبحث كل الأمور فإذن نحن نحترم العلماء ونرجع لهم ونحاول أن نفهم كيف هذا أصبح عالم وكيف أصبح ذاك أعلم وبأي طريقة الآن يعني بعيداً عن الدعايات والإشاعات والإعلام والقوة التي يمتلكون البعض القوة السياسية أو القوة الشعبية كما أشار بعض الأخوة المعلقين أنه إذا أنت سألت واحد كيف هذا أعلم فما يسمحولك بالسؤال ما يسمحولك بالتشكيك أو بالبحث أو التحقيق لا إذا إنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى يريد يعرف الحق ويريد يهتدي ويريد يتعرف على هدو الله تعالى يستعين بالألماء يستعين بكذا ويروح يفكر ويشوف كيف يعرف هذا العالم إحنا طرحنا عدة أسئلة وبعض الأخوة جابوا عليها أنه كيف نعرف العالم وكيف نعرف الأعلم أولا من خلال من خلال الشهادات الشخصية من أساتدته يعني أنه هذا أصبح عالم أصبح مشتهد أصبح كذا هذه الشهادات يعني كثير من العلماء حتى الناس المدعين حتى الناس البسطاء حتى الناس اللي سطحيين والأخباريين أتوا بهكذا شهادات ويأتون مو مشكلة صعبة فعلاقة بين العالم وبين التلميذ ويقال في فترة في إيران كان أيام الشهر رضب أهلوي والد الشهر الأخير كان يشلح المعممين عمائمهم كان يعني ينزع العمائم ما يقبل واحد يلبس عمائمه فالسيد أبو الحسن صفهاني كان في النجف إلا المجتهدين كان يقول المجتهد طيب نخلي يلبس عمامه أما غير المجتهد فإجب أن يتفرع ويلبس شفقة على قولة هذه الأيام فالسيد أبو الحسن صفهاني رحمة الله عليه حتى يحافظ على الكيان الحوزة في إيران وهو كان فيه النجف صاد يحطي شهادات باجتهاد الناس هذا عالم مجتهد هذا مجتهد حتى يعني يكف شر الحكومة عنه حتى يخلعوا عمامته فمعروفة هذه شهاداته أن شهادات يعني سياسية فيها نوع من يعني الملاحظة السياسية والآن بسهولة يعني يمكن عالم أو هو أساساً الأستاذ ما لهذا العالم هو إنسان بسيط وضعيف وسطحي وكذا فحضر عنده كم سنة هذا الدرس قال لي والله أنت صرت ما شاء الله عليك صرت علامة الزمان وصرت ويعطيه شهادة فإذن من خلال الشهادات الشخصية هي قد تفيد قد يعني مثلاً يعني تدفع على الاعتقاد أن هذا إنسان دارس أو عالم ولكنها لا تكفي في الحقيقة لا يمكن الإطمئنان إليها كثيراً السؤال الثاني أن نعرف العالم أو الأعلم من خلال بحوثه وكتاباته القيمة ودراساته الألمية يعني إنسان معروف هذا عنده كتوب عنده أبحاث عنده أبحاث جديدة اجتهادات جديدة نظريات جديدة يناقش العلماء ويرد النظريات الخاطئة وكذا وكذا فنفتي من هذا فعلاً رجل يعني محترم ورجل عميق وأنا أذكر قراءة كتاب لكتب كثيرة تكتب عن إمام الحسين كنت أحاول أكتب شيء كتاب أو كراس في بداية حياتي يعني سنة سبعين عن إمام الحسين عليه السلام وكتبت شيء كتاب مختصر عن إمام الحسين كيفاحهم في سبيل العدوى الحرية فقرأت مجموعة كتب عن إمام الحسين وعن ثورة كربلاء وكذا وشفت بمستوى معين وقرأت كتاب لشيخ محمد ميندي شمس الدين رحمة الله عليه ذيك الأيام فعلاً انتبهت إلى أنه هذا إنسان غير شكل هذا إنسان يعني آلم وقد أعلم واحد منهم في قضية كربلاء وعنده أمق وعنده توسع وعنده دقة فاكتشفت أن هذا رجل فعلاً مظلوم يعني كان في حياته وبعد وماته رجال يعني أنا أعتبره من أفقه علماء الشيعة في القرن العشرين رجل عميق ودقيق وعالم يعني ما أنا أجرح بأحد ولكن يعني هذا شهادة لله هو رجال متوفي الآن ومع عندي مصلحة ويا ولكن أقول هذا للتاريخ ومثل هذا قد يجد الإنسان في مسائل معينة أن يقرأ كتاب معين ويجد أن هذا غير شكل أبحاثه وكتاباته ودراساته تختلف عن الآخرين فيعرف أن هذا إنسان فعلاً عالم أو أعلم من غيره ثلاثة كيف نعرف العالم والأعلم من خلال فتاويه وأجوبته الدقيقة بعض العلماء يجاوبون بسرعة أو بدون دقة يعني أو يجاوب حسب المشهور أو يجاوب هو ما مقتلع بالرأي تماماً يقول لك هذا المشهور نفتي حسب المشهور طب لماذا تفتي حسب المشهور؟ يفتي حسب رأيك بعدين تسأل السؤال مثلاً أن أنت تقول مثلاً مثلاً ما رأيك بصلاة الجمعة؟ في آية صريحة بالقرآن وصورة كاملة عن صلاة الجمعة يقول لك لا صلاة الجمعة غير واجبة طيب يا شيخنا الكريم يا سيدنا الكريم يا العالم العلامة أنت كيف تبني هذه الفتوى خلافاً للقرآن الكريم مثلاً مثلاً يعني وأمثلة كثيرة عندنا يقول لك والله المشهور هكذا طيب المشهور كيف؟ أنت رأيك ما هو؟ كيف تستدل؟ هل راجعت القرآن؟ هل راجعت أحاديث النبي؟ أحاديث أهل البيت؟ تبني فتوىك على شبهة؟ وتقول أنا عالم؟ وتقول أنا أعلم؟ كيف يجوز ذلك؟ اليوم كنت أقرأ قبل قليل فتوى لمفتي مصر يقول إذا واحد يصل لي واجه تليفون هل يقطع صلاته ويخابر أم لا؟ يقول نعم يجوز يجوز أن يقطع صلاته ويخابر الشيخ كريمة أحد الأموال أزهر استنكر هذه الفتوى قال كيف يجوز هذا؟ إذا الآن كل الناس عندهم تليفونات وهواتف وكل ما يصلي واحد وكل ساعة جهة تليفون لا يصل على الصلاة شوفوا الفتوى يعني هذا الإنسان يبين هذا المفتي مصر المحترم يعني فتوى غير معقولة أبسط الناس ممكن ما يقبلون فتوى أمال تالي شو الفتوى العجيبة الغريبة؟ قاعد تفتي أنت يعني خربت الصلاة افترض أنت بالمسجد تصلي وتجي التليفونات مفتوحة والناس كل واحد يخابر بصلاته هاي كيف يصير الصلاة وكيف يصير المسجد وكيف يصير صلاة الجماعة؟ ما ليت أتحدث كثير عن الفتوى العجيبة الغريبة فتوى المعروفة عن عدد من أئمة علماء السنة أنه ولا يزعلون يفتوم بها الآن أنه الحمل موت سأتشهر لا يمكن أن يصير سنة شنتين ثلاثة أربعة خمسة تأتي بعد أربعة خمس سنوات مرة مطلقة أو ميت زوجها أو مسافر زوجها وتجيبه له هذا الولد يعني منين هذا الولد؟ من زوجي اللي مات قبل ثلاث سنوات هذا فتوى غير ألمية وغير قرآنية وغير صحيحة وغير يعني مقبولة فنحن نعرف أنه هذا العالم عالم فعلا فرنا أن نكون أعلم من نفتين هكذا فتاوة عجيبة غريبة نقول له يا أخي أنت صحيح أنه يمكن نرجع للمفتين والعلماء ولكن هاي فتواك يعني نتوقف فيها وبالتالي ما نرجع لك بعد وانت مو عالم أربعة نعرف الفقيه من خلال مواقفه الصائبة والحكيمة يعني الفقيه مو فقط في المسائل الحيض والاستحاضة والطهارة والنجازة العالم عندما يتخذ مواقف يعني تفيد البلد والأمة في لحظات حرجة وصعبة مثلا يجي احتلال في بلد مثل العراق ويريد يفرض دستور على الشعب العراقي ويريد يفرض حكومة بعد ذلك على الشعب العراقي يطلع لك مرجع مثل السيد السستاني حفظه الله ويتحدى الاحتلال الأمريكي ويقول له لا انت ما تستطيع ان تفرض دستور على الشعب العراقي انما الدستور هو الذي يقره ويكتبه الشعب العراقي من خلال انتخابات تأسيسية ثم يصوت عليه الشعب العراقي فاذا وافق على هذا الدستور يصبح دستور ساري هاي فتوى تاريخية فتوى عظيمة ومهمة جداً حفظت حقوق الشعب العراقي حقوق الملايين من الشعب العراقي وحفظت العراق لعشرات السنين انه بدأ ما تكون فوضى بدأ ما يقع العراق او اي بلد اخر تحت حكم الاستعمار والاحتلال يجيك العالم فتوى دقيقة وصائبة وفي مكانها بتعرف ان هذا الانسان فعلاً عبقري انسان حكيم انسان عالم بعيداً بعيداً عن المسائل الجزئية والصغيرة قد ما يكون مجتهيت في كل المسائل مو بالضرورة العالم يكون عند المطلق علم الاولين والاخرين هاي ايضاً مسألة خاطئة جداً ان نصور العالم او المرجع يجب ان يفتي على كل الامور وكل المسائل خطأ ما يستطيع ان يتحقق ويمحث ويدكك في هذه المسائل كلها يعني ولا يصبح سطحي مثل السيد محمد الشراجي رحمة الله عليه كاتب مية وعشرين مية وخمسين مجلد بالفقه بس انا رجعت الموسوعة كلها سريعاً 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 ما يتمكن يتعمق مية وخمسين موضوع بالفقه كيف يتعمق فيه انت اخذ لك موضوع واحد يتعمق في حياتك كلها هكذا يفعل علماء الغرب الان والشرق في الجامعات الحديثة العلماء لا يبحث فيه كل العلوم انما يخذ لك مسألة بسيطة دقيقة جداً ويرح يبحث فيها ويرح يحقق فيها فيبدع فيبدع وينتج حسب معلوماتي التي علمتها في تلك الأيام ان السيد السستاني حفظه الله واطال عمره هذا طلب لسعتير العالم ترجمه ليها وجبه ليها يعني ينكب عليها يقرأها ويدرسها بعمق وبالتالي استخلص منها بعدها أدة مفاهيم ضرورية ومهمة وقال انه الدستور يجب ان يكتب بواسطة الشعب ليس بواسطة الاحتلال فلاحظوا احنا عرفنا ان هذا انسان مشتهد بينما آخرون مثلاً ما سمعنا لهم كلام ما سمعنا لهم رأي لانه غير علماء هذا الرجل عالم ودرس هذه المسألة وتعمق فيها مسألة دستورية مهمة أساس بناء الدولة هي المسائل الدستورية فنعرف عن رجال هذا اما في مسائل اخرى قد انا ارد عليه في مسألة او ذاك يرد عليه او يشكلك فيه او كذا وناس يسألوا وين كتبك وين كذا لا لاحظوا هذه مسألة درسها مسألة تهم الشعب العراقي اتركوا المسائل الفرعية الاخرى الطهارة ونجاسة ومادر شنو هذا النيم موجودة من قديم ما تحتاج يعني بحث جديد المسائل الحادثة واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواد حديثنا الحوادث واقعة مثل هذه الان حادثة الجديدة هي مسألة كتابة الدستور فيجيك عالم يروح يبحث ويحقق ويعطيك فتوى فاذا من خلال المواقف الصائبة والحكيمة نعرف ان هذا الانسان اعلم او اعلم من غيره خمسة نعرف من خلال المقارنة بين ارائه واراء بقية العلماء اذا اختلف العلماء في مسألة معينة واردنا ان نعرف العلم والاعلم ما رأيك بولاية الفقه؟ يقول واجبة مفروغة منها مسلمة بديهية كذا طيب انت ما رأيك بولاية الفقه؟ يقول تعالوا ندكك في الجواب لا نطلق الامور هكذا بصورة عشوائية انه بناء على العقل او بناء على الروايات بناء على الروايات ما عندنا روايات تحتم ولاية الفقه بناء على العقل نعم الآن نحن بحاجة الى دولة وهذه الدولة يجب ان يحكموا العلماء ولكن اي علماء؟ العالم بالسياسة العالم بالإدارة العالم بالاقتصاد العالم بشؤون المجتمع او العالم بالطهارة والنجاسة والصلاة والصوم هل يستطيع ان يدير دولة؟ فاذا مفهوم العالم ايضا يجب ان يتغير ليس كل مرجع او كل عالم مثلا يقول انا اعلم العلماء في كل المسائل ويجي يريد يسيطر على الدولة وعى المجتمع ويفشل ما يستطيع ان يدير الدولة فلذلك مفهوم العالم ايضا تغير حتى في الدستور الايراني مفهوم العالم او المرجع ان يكون فقيه بالسياسة بالاقتصاد بالسياسة الدولية يعرف كيف يدير البلد مو انه فقط والله فلان عالم مثلا ما يعرف مو مجتهد في امور ابادية امور كده طيب لا يكون مجتهد نرجع بها الى عالم اخر احنا كل واحد نرجع له في اختصاصه وهكذا الوزارات مثلا عندنا كل وزارة فيها وزير كل وزير يعني هو اعلم من غيره مفروض يعني ان يجي دير الوزارة واذا فشل نفتيهم انه هذا الانسان ليس عالما هذا الانسان مو عالم وهذا الانسان ما يفتيهم فخربط بالوزارة فيجي وزير اخر يقولك والله انا احسن ادير الوزارة احسن من ذاك فنفهم انه هذا فعلا اعلى من غيره هكذا نفهم الامور من خلال المقارنة بين اراء والتطبيق العملي وليس فقط النظري بالكتب لا بالعمل كيف ينتجنا هذا الانسان يعني كيف يحل مشاكل البلاد ستة من خلال قدرتي على الاستدلال على كل فتوى الآن كثير من العلماء نكتبون رسائل عملية ولكن مختصرة فقط هكا مثل التويتر يعني هكا بدون استدلال وبحث تسأل العالم ما هو رأيك بهذه المسألة يقول لك جائس حرام واجب كذا مثلا مستحب ما هو دليلك على ذلك اسأله مباشرة ما هو دليلك على هذه الفتوى يسكت ما يقدر يجاوبك اذا ناقشته لا يسمح لك بمناقشته طب العالم لازم يسمح بمناقشه لازم يفتح صدره ليس فقط لطلبة العلم الدينية لا حتى الناس العاديين قد يكون ناس متقفين فاهمين شيخنا مرجعنا سيدنا ما هو دليلك على هذه المسألة يجب ان تعطيني الدليل المقنع اذا اقتنعت بدليلك اخذ اخذ بالفتوى واذا ما اقتنعت بدليلك انا ممزم بك وافتم انت مو عالم او مو اعلم من غيرك فالعام واحد اعلم منك يطلع سبعة من خلال اعتماده على القرآن لما نشوفه لما نبحث يعني هذا يفهموا كلامي طالبة العلم الدينية انه المجتهدون والعلماء راجعوا كتب الفقه حتى تعرفوا هذه المسألة يعني انسان يجيك اول ما يبحث المسألة من القرآن فيه شيء عنها بالقرآن او لا بعدين يروح الاحاديث احاديث النبي احاديث اهل البيت بعضهم لا ما عنده لا قرآن ولا احاديث الاصول العملية على الشبهات على الاحاديث الضعيفة يطلع لك فتوى من عندها ما يشوف الاحاديث ما تقول يعني هذه مشكلة مشكلة فعلا موجودة يعني في كتب الفقه وهناك مناهج واحد منها فقط اصول عملية ما يشوف الاحاديث والآيات والكذا ما يعتمد عليها كثيرا يعني فيعطيك فتاوى من الاصول العملية فتاوى عجيبة غريبة مو دقيقة والآن هذا موضوع تخصصي انا بحثت سابقا في الحوزة يعني والآن لا اريد ان ادخل فيه على احادي سبعة او ثمانية من خلال التعرف على مبانيه الاصولية والرجالية انه نعرف هذا عالم او عالم نشوفه باحث في علم الرجال باحث في علم التاريخ باحث في العقيدة باحث في علم الاصول عنده نظريات اصولية او لا يقولك انا رأيي انه كل كتب صحيحة كما كتب سيد الشرازي رحمة الله عليه الكتب التراثي الموجود كلها كتب صحيحة واخذ من عندها وكتب مو كتب الاربعة فقط لا عشرات الكتب الاخرى يستطرلك اياها وهي كلها كتب ضعيفة وموثقة ومو معروف من كاتبها ويأخذ منها احاديث ويبني عليها فتاوى مثلا فعنده مبنى انه يجوز الاعتماد على الكتبها مبنى رجالي مبنى اصولي مبنى كذا يعني شوية نسأله نقول انت شلون تكاعد تفتيش شلون صرت مشتهيد كيف كذا يمكن على الخبرة يعرفون هالشي ولكن حتى ندكك ونحقق يعني حتى لا يجي كل واحد انه ما شاء الله سوق مملوء بالباع وبالمدعين وكل واحد فارش كتبه ويصيح لك انا مجتهد واني عالم واني اعلم واني كذا طيب يا اخي شوية خلي نبحث وياك نناقش وياك نشوف شلون انت تفتي وشلون كذا يعني انا اتحجم مثلا تعرفون الناس الآن بالساحة اسمع مشهورا ودعون العلم والاعلمية وما شاء الله مكتبة كبيرة عنده يا اخي ما رأيك بمثلا رد الشمس للنعم علي عليه السلام اوه هاي القصة معروفة صحيحة ثابتة مسلمة مشهورة متواترة يستفط لك من الكلمات هذه طيب وين كيف عرفت انتهى القصة كيف تأكديت كيف وين قرأتها كيف نظرت فيها شلون فكرت فيها هل هذا قصة ممكنة غير ممكنة شونه اثارها اسئلة كثيرة تشوف هذا الانسان عقله سطحي عقله بسيط عقله يعني في قضية مثل هذه ما يستطيع ان يميز الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الموضوعة فشلون تقولي انا عالم و اعلم او مثل ذاك الشيخ اهم رحمة الله عليه الشيخ ابن باز اللي قال يابا الارض مسطحة الارض ما تدور حول الشمس الشمس تدور حول الارض طيب منين جبت الاشياء قل لك اندي حاديث حاديثك عرضها على الالم فكر فيها تأكد من عدها لا خلص هذا حديث موجود اللي يرد هذا كافر يا اخي يعني بين مستواك ومنهجك وعقليتك بالاجتهاد عقلية ضعيفة يعني اذا ما تستطيع تميز بين احاديث اسطورية وبين احاديث صحيحة او احاديث مثلا معتبرة او متواترة ما تعرف شو معنى التواتر ما تعرف شو معنى الشهرة ما تعرف شو معنى الوثاقة وتجي تخبط وتقول لي انا صاير مشتهد وانا صاير مرجع وانا صاير اعلم العلماء نحتاج ان نشوف مباني العلماء تسعى نعرف العالم والاعلم وهذا تحدثنا عنه قبل قليل من خلال قدرته على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي هو يتولاها او هو في منطقته يعرف كيف يدير الناس وكيف يحل المشاكل عشرة من خلال الحوار والمناظرة يمكن هذا مكرر النقطة بينه وبين العلماء الاخرين طبعا ما عدنا احنا مناظرات بين العلماء يجي واحد مثلا يفند اراء الاخر وجها لوجه بالتلفزيون او بالاذاعة او بالفيسبوك الان مثلا يطلعون يقول لا والله انت ناظرتك خطأ لا كل واحد واحدة كل واحد قاعد يقول انا عالم وما حدي اقترب من عندي طيب خليلي يقعدون مع بعض يعني في الجامعات عادة الحديثة ومع الاسف حوزاتنا جدا جدا متخلفة عن الجامعات عن منهج الجامعات المناهج العلمية الاكاديمية انه اذا واحد عنده محاضرة او عنده كلمة او رأي يعني ديطرحها يقعدون على مع اخرين او حتى المستمعين يناقشوه يسألوه يعني اذا عنده نظرية جديدة جايب كلش مهمة مثلا يجيبوله ايضا بروفسورية ودكاترا يقعدون قدامه ويناقشو في نظريته حتى يعطوش هذا بعدين او حتى يعني يسلموا باعراءه احنا ما عندنا الاعراف هذي كل واحد قاعد ببيته وصيح انا الاحلم انا العالم وانا الاحلم طيب خليه يقعدون العلماء مع بعض ويناقشو في اين مسألة خلافية ومن دون جدل ومن دون يعني محاولة اسقاط او محاولة يعني مباهات او ممارات لا من اجل معرفة الاحلم الحقيقي انه هذا فعلا عالم وهذا فعلا عالم والناس يقعدون يشوفوهم بالمجلس بالتلفزيون بالاذاعة عندما يتناقشون بأدب واحترام بمساعي الالمية مو معترات فراح نعرف انه هذا رأيه اعلى من ذاكه وهذا رأيه اقوى من رأيه ذاكه فالناس يتنورون مثل شوفوا الان مباريات السياسة الانتخابية الامريكية مثلا دائما الرؤساء كل واحد عنده مشروع في مسائل العالم طبعا ذرا كيفتون انه مثلا ماذا نفعل في سوريا بين ترامب وبين كلينتون كلينتون تقول يجب ان نقيم مثلا نوفلايزون يعني منطقة يعني مستقلة بعيدة عن سيطرة الحكومة السورية ترامب يجيبها بانه هذا خطر كبير لانه هذا سوف يجرنا على حرب مفتوحة حرب عالمية ثالثة مع التحدث الروسي فهذا خطأ هذا ما يجوز وبالتالي الناس يقررون ان هذا رأيه اقوى للذاك رأيه اقوى يعني يعقدون مناظرات حتى يرشحون نفسهم للرئاسة واحنا العلماء والمرجعية تقريبا تشبه الرئاسة هي رئاسة فعلا رئاسة بمرتبة معينة رئاسة باسم الدين ايضا هي طيب انت تدعي الالم وتدعي العالمية تفاصل خليجي عالم اخر يناقشك حتى نتأكد من علمك ونتأكد من علميتك اما تجلس في بيتك وحدك وما تقبل تناقش احد فكيف نعرف انت عالم وكيف نعرف انت عالم واخيرا كيف نعرف انه اعلم اذا لم يكن لديه لا كتاب لا نظرية فقهية لا نظرية اصولية لا نظرية رجالية ويفتي على تقليد العلماء يطلع هذا اخر شيء علمنا المحترم او علامة الزمان هو مقلد مقلد في كل شيء ويدعي انه عالم ويدعي انه اعلم وهذه مشكلة موجودة حقيقتها موجودة لانه التقليد يعني عمليا هو مقلد لا ما عنده ايشي استقلالية وما عنده اراء خاصة فيه لا ادري اذا انا اطلت عليكم وهل يمكن ان اخذ بعض مداخلات الاخوة في هذا الموضوع الاخ ابوائل ابراهيمي يقول نحن غير ملزمين بمعرفة الاعلم ولا يوجد نص يدل على ذلك الا استحسانات عقلية جاءت في القرون المتاخرة فلم يعرف الشيعة الاولون هذا المصطلح ولم يعملوا به ثم انه لا يوجد سبيل واقعي لمعرفة الاعلم ولذلك يقلد الشيعة مراجع شتى فعلا كلام الاخ جدا صحيح الاخ يرد عليه الاحمد التميمي يقول له لا استاذنا كيف لا توجد طرق واقعية بل الاصح ان تقول مثل كل المهم هنا توجد طرق لمعرفة الاصح والاعلم وهي الاختبار والمقارنة والامتحان لكن لا يجرؤ شخص على ان يطلب من الدكتاتور ان يخضع الامتحان او اختبار من قبل مجموعة من الخبراء وكذلك لا يجرؤ شخص ان يطلب من دكتاتور الدين نفسه عالم مثلا ان يثبت بانه الاعلم او الانزر حتى فمن من مستلمي الاموال يقبل ان تخضع حساباته ودفاتره للتدقيق والفحص مثل اي مؤسسة واي شركة واي شخصية تستلم المال وتنفقه فاذا كان لا يقوم باي خطأ فلماذا الامتناع يعني الاخ يقول له يجاوب الاخ ابوائل الابراهيمي اذا فنحن متفقان لان فرضك غير واقعي او غير قابل للتطبيق فاذا لا يمكن معرفة العالم والاعلم وهذه مشكلة فعلا مشكلة تطبيقية يعني على المستوى النظري ممكن نقول نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا ولكن على مستوى التطبيق صعب نتأكد ما احد ما يسمحنه الاخ خالد صابر يقول يعرف العالم او يعرف العالم الاعلم ببحوثه الالمية الاستدلالية الدالة على اجتهاده فضلا عن اعلميته وتكون هذه البحوث وفق المباني العليا للمدرسة الاصولية الاسلامية للشهيد محمد باكر الصدر قدسه سره حصرا طيب يا اخي اذا اجاك واحد ناقشك في اصول السلحن باكر الصدر واجتهاده هل تسمح بذلك؟ يعني لا نكون احنا اسيرين للإعلام والدعايا مع احترامنا وتقديرنا لكل علماءنا السابقين واللاحقين ولكن خلينا نعطيك فرصة يعني لا نفرض نهج معين او اسلوب معين الاخ احمد النجال يقول اكثرهم ان شاء الله ما يقصد العلماء يقول كذابين وليسوا بفقهاء يجاوب الشيخ عبد الامير الركابي يقول كيف عرفت انهم كذابين ما هو دليلك؟ يعني من يقدر نعمم انما حسب مفهوم الفقهاء يعني لاحظوا مثلا يعني السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه هو كان رجل حركي نشط داعي الاسلام عنده ابداعات كثيرة في اماكن محددة وعنده ايضا في مسائل ما رأيها مرور الكرام ومسرعة هو كان يعتقد نفسه عالم ويعتقد نفسه مجتهد واخرين قلدوا وناس اللي ازالون حتى الان يقلدوا فمن يقدر نقول هو كذاب هالكلمة يعني صعبة وهذا انما هو حسب مفهوم الاجتهاد هو كان يقول لك انا مجتهد وانت حسب مفهومك الاجتهاد ممكن تقول فلان واحد مو مجتهد او مو معميق او مو كذا فيها امور نسبية يعني لا نجي نكون حادين وعنفين فنتهم العلماء بالكذب والعياذ بالله الاخ سلام الكلاوي او القلاوي لا اعرف يقول يا استاذنا احمد الكاذب طيب الله ثراك في الدنيا والآخرة نريد منك او منك ان تكتب موضوع عن العلماء الذين خدموا الانسانية والانسان اتنان وسبعين عالما بما نحن نسميهم الكفرة مثل البرت انشتاين وتوماس الفا اديسون الذي نور قبر النبي وهناك ملايين علماء المسلمين المعممين الذين ينسبون انفسهم علماء ماذا قدموا لنا منذ 1400 سنة غير التفنن بصناعة التخلف والجهل والتجهيل والخرافة يعني ادنى علماء انما نلاحظ سير التاريخ نشوف فيه يعني هذا المجال هو ليس مجال فيزيائي او كيميائي او مثلا صحي مجال علماء هو علوم الانسانية وخدمة المجتمع وتطوير النظريات السياسية والاقتصادية مثلا فلا تنتظر منهم يسوي لك كهرباء ويسوي لك غازة او نفط الاخ هادي حمود يقول السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله الاستاذ احمد يراهن على جهل الناس هناك شيء اسمه فقه استدلالي وفقه غير استدلالي الرسائل العملية هي فقه غير استدلالي اما الفقه الاستدلالي فهو موجود في تقاريرهم ودروسهم الخارجية او مؤلفاتهم في الفقه الاستدلالي في شرح الارون وثقاء وغيرها نعم كلامك صحيح وانا لا اراهن على جهل الناس انما اعرف انه هناك فقه استدلالي وهناك علماء فعلا باعماق مختلفة في الاستدلال يعني عندما يتناول مسألة مثل السيد الخوي رحمة الله عليه يتناولها من مختلف الجوانب من جانب لغوي من جانب اصولي جانب رجالي وعلماء اخرين يعني ادم دروس ولكن انا حاضر دروس كثير من العلماء وسامع دروس كثير من العلماء ايضا يعني يمرون بسطحية لا يمرون بعمق وعندما يفتون مو بالضرورة هو باحث المسألة في تلك المسائل في تلك الدروس الاستدلالية تسأله انا سألت احد العلماء قلت لو انت تفتي الان بعدم وجوب صلاة الجمعة عينا يقول مستحبة او بعضهم يقول مكروهة او بعضهم يقول محرمة كانوا سابقين يقولون الان لا يوجد احد يقول محرمة طيب ما هو دليلك؟ اعطيني القرآن اية سريحة فاسعى ولا ذكر الله واذروا البيع تدل على الوجوب كل واحد مسلم عادي يقرأ القرآن تدل على الوجوب ويجيك واحد يقولك انا مرجع وانا عالم وعند دروس ما شاء الله استدلالية طيب تفضل جاوبنا باختصار بكلمتين ثلاثة كيف تخايف القرآن بصراحة وتقول لي انا مجتهد وانا عندي فقه استدلالي هو انا عرف هو ما عند دليل هو يبني فتواه على المشهور المتوارث او على شبهات ولا يستطيع ان يصارح لا يستطيع ان يغير فهو يقلد الناس يقلد علماء السابقين مقلد هو ويقولك انا مجتهد وانا عالم وانا عندي فقه استدلالي فانا احترامي اليك يا اخ هذه يعني انا لا اعمم كل الناس هناك فقهاء قدم فقه استدلالي ويناقشون نظريات ولكن هناك علماء اخرى الان موجودين في الساحة روح اسألهم انت روح اسأل من يفتي اسأل وانظر ماذا يجيبك وسألوا ما هو دليلك واين بحثت هذه المسألة في فقهك الاستدلالي هل بحثتها ام لم تبحثها واعطينه خلاصة رأيك ما رح تنقوله بالدنيا حتى تعرف هذا عالم لمو عالم واذا يفتيك الان يمكن في مسائل اخرى هو عالم الان فيها الفتوى هو يفتيك بدون علم او يفتيك بناء على وحي من الشيطان وليس من الله تعالى الاخ محمد الاحمد التميمي يقول نعرفها عن طريق عدد الناس الذين يقولون لمنتقده اسكت هذا تاج رأسك وانت منه حتى تنتقده او تشكك في مهاراته التي غير مثبتة اساسا يعني شوفوا هذا الجو الاعلامي عندما تريد تناقش واحد مشهور بين الناس انو هذا عالم او هذا مثلا كذا تقول له تسأل سؤال فالحاشية والناس والناس المقلدي والأتباع وكذا سياسيا واعلاميا يضطهدوك ويمنعوك من السؤال يمنعوك من توجيه السؤال له او التشكيك بعلمه واعلاميتي فصال التهريج ادنى ما عندنا اجواء علمية جامعات اكاديمية معروفة هذا دكتور فلان هذا بروفيسور فلان هذا عنده استاذ كرسي هذا عنده بحث كذا فتعرف العلماء بالجامعة الاكاديمية من درجاتهم ومن ابحاثهم ودراساتهم بينما عندنا فوضى فوضى عندنا فوضى وفيها عواطف وفيها مصالح وفيها سياسة وفيها كل شيء الأخ محمد الأحمدي مر الأحمد التميمية مرة أخرى يقول طبعا توجد طرق استاذنا كيف لا توجد طرق واقعية بين الأصاح أن تقول مثل كل ألم ومهنة توجد طرق لمعرفة الأصاح والأعلم هذا مكرر اعتقد لكن لا يجرأ شخص ان يطلب من الدكتاتور قرأنا هذا قبل عبدالله عبدالله يقول لا فقه استدلالي ولا غيره الضابط عندهم هو من له القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مصادره المقررة لكن على أرض الواقع من كان فارسيا أو أفغانيا أو أصول منهما لأن المرجع العربي عموما ظل مظل إلى آخر الفاظ الجاهزة لا يا أخي عبدالله أنا أختلف معك لا أعتقد هي مسألة أوروبا وفارسية وأفغانية وكذا إنما هي إذا كان هذا الشيء موجود فهي مسائل شخصية ليس مسائل قومية أو مسائل كذا مسائل شخصية ويعني الأمر يعود للناس الآن لم يعد أن جماعة هم يقررون إنما الناس يتجهون نحو هذا أو يتجهون نحو ذاك أبوائل المحمداوي مرة أخرى يقول الأعلم بنظري هو من له أثر واقعي بإصلاح أمور الناس من الناحية الدينية والسياسية والقصادية والصناعية والاجتماعية وله تجدد المستمر بها وأما غير ذلك فلا أعلم بالوجود يعني ما في أعلم أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن استماعكم وسامحوني إذا أنا تجاوزت على أحد أنا ليست بقصد التجاوز إنما بقصد ضرب الأمثال وقدنا مشكلة في هذا الأمر مشكلة مزمنة ومستمرة وبحاجة إلى وعي كافي وعي كبير نسلط الضوء على الناس الذين يدعون الإجتهاد ويدعون العلم ويدعون العالمية وهم غير أكفاء وغير مؤهلين وبالتالي يتبوؤون مناصب عليا ويتبوؤون منصب كذا يريد يحاول يصير مرجع أعلى مثلا في المستقبل ورح يوقعنا في مصائب ومشاكل كبيرة فلذلك نبحث هذه الأمور وشوية نكون صريحين في هذا المسألة فسامحونا وأجاركم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة